تحية لكم الطبع الأولى في قناة الحياة وهذا أحمد المسلماني يحييكم السلام عليكم واحد يجب أن تدفع إسرائيل تعويضات كما فعلت ألمانيا في الحرب العالمية الأولى وفي الحرب العالمية التانية ألمانيا دفعت تعويضات وبالتالي التعويضات للمعتدين في الحروب هو أمر معروف عبر التاريخ الحديث وإذا كانت ألمانيا دفعت تعويضات وإلى الآن نتيجة الجرائم التي ارتكبتها في الحرب العالمية الثانية فلماذا لا تقاضى إسرائيل لكي تدفع تعويضات للفلسطينيين عن حروب غزة ولسيام حرب غزة 2023 عندنا شهادات موثقة لمؤسسات كبيرة جدا على مستوى الدولي على رأساء الأمم المتحدة فعندنا وثائق وتصريحات الأمين العام لأمم المتحدة ولشخصيات أممية رفيعة المستوى عندنا التوثيق اللي عملته مراكز دراسات حقوقية كبيرة مثل المركز الأورو متوسطي في جينيف عندنا كمان تقارير هيومان ريتس ووتش ومؤسسات كتيرة جدا تكلمت عن جرائم إسرائيل التي ترقى إلى جرائم حرب وإلى جرائم إبادة جامعية وجرائم ضد الإنسانية وبالتالي يجب أن تحاسب إسرائيل في أكتر من 3000 محامي فيهم مصريين فيهم عرب فيهم مسلمين فيهم أوروبيين وأمريكيين من دول كتيرة جدا رفعين دعاوة قضائية إنما يجب أن نحن نوثق أكتر وأكتر جرائم إسرائيل في غزة وهذا التوثيق مش بس لهدف سياسي وإعلامي إنما كمان لهدف قانوني يجب أن نحاكم قادة الحرب في إسرائيل على جرائم ارتكبوها بموجب المرجعية بتاعتنا مش مواقفنا وجهات نظرنا أو مشاعرنا أو عواطفنا في قانون دولي في قانون دولي إنساني ونيجب أقل عمدته إسرائيل وانقرنه بما يجب أن يكون في القوان الدولي والقوان الدولي الإنساني وبالتالي وحاسب قادة إسرائيل ولا يسقط ذلك بالتقادم إنما كمان لا يجب أن يكون الهدف فقط هو اعتذار إسرائيل إذا حصل في المستقبل إنما كمان إن إسرائيل تدفع تعويضات لأنه مش كل مرة إسرائيل تدمر بدين يقولوا فين الدول العربية اللي ممكن تعمر هم ينسفوا كل شيء وبدين نشوف نلم منين علشان نبني مرة أخرى أو نعمل إعادة إعمار إنما يجب أن تقادة إسرائيل علشان تدفع تعويضات تستخدم هذه التعويضات في إعادة الإعمار في قطاع غزة ومرة أخرى كل ده مش كلام عاطفي ده كلام هناخده من تجارب سابقة زي التعويضات اللي ألمانيا دفعتها وأيضا من قواعد القوان الدولي والقوان الدولي الإنساني حضرتكم بعد 75 يوم من الحرب العدوانية الآثمة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أكتر من 20 ألف شهيد 70% أطفال ونساء 70% أطفال ونساء في حرب تجويع ودي جريمة حرب في إبادة جماعية دلوقتي في صحف عالمية كبيرة بدأت تتكلم عن ضرورة محاسبة إسرائيل نيويوركا تايمز بتقول بتقولش محاسبة إسرائيل إنها بتقول إن دول أكبر عدد من الضحايا بالنسبة للجيش الإسرائيلي منذ تأسيس إسرائيل عام 48 سيد جودهيرش أمين عام الأمم المتحدة بيقول المجاعة كارثية في غزة لم يسبق لها مثيل ولا نظيرة لها في عالم اليوم ودي جريمة حرب بلا شك مجلس الأمن قعد 71 يوم من الحرب لغاية ما قال إنه معبر كرمة بسالم يفتح قعد مدة طويلة جدا لما أخيرا وافع على إنه مساعدات كتيرة تدخل إلى قطاع غزة في الأسف هذا الإقاع الأخلاقي البطيء وهذا الموقف الأمريكي المتشدد ضد الحق الفلسطيني في الحياة قبل أن يكون الحق في إقامة دولة أو تقارير المصير قبل كده الرئيس باراك أوباما اتكلم ساعة 2013 في إسرائيل وقال في مقطع فيديو موجود وأخذ انتشار كبير في إلى أيام السابقة البعض اعتقدوا أنه هو جديد يخص حرب غازة 23 لكن هو كان عام 2013 إنما الموقف واحد قال إيه رئيس باراك أوباما اللي كان بايدن نائبه فيما قبل قال رئيس أوباما من حق الشعب الفلسطيني تقارير المصير وقال ضعوا أنفسكم بيكلم الإسرائيليين لما كان هناك ضعوا أنفسكم مكانهم وانظروا إلى العالم بأيونهم يعني حطوا نفسك إسرائيليين مكان الفلسطينيين اللي أرضهم اتخذت وبيتقتلوا ويتسجنوا ويتطهدوا ويدمروا وتفرق عنصرية في مواجهتهم كل الكلام ده ده كلام الرئيس أوباما بيقول لهم ضعوا أنفسكم مكانهم حطوا نفسكم مكان الفلسطينيين وانظروا إلى العالم بعيونهم ودع أوباما إلى حق تقارير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولاته يبا إذا في قبل كده شخصيات أمريكية كبيرة من كارتر إلى أوباما موران بيكلينتون كان عندهم مواقف أكثر إخلاقية كثيرا هذه المواقف الأكثر أخلاقية للأسف لم تعد موجودة الآن في عهد الرئيس بايدن شفنا أن الأول مرة في تاريخ أمريكا ويمكن لأول مرة عموما لأن في دولة لا تدعو إلى وقف إطلاق النار يعني ممكن دولة تجذب تدعو إلى وقف إطلاق النار وبتعمل لفيتو لمنع وقف إطلاق النار فالمشهد الرهيب ده اللي موجود في فلسطين لا ينبغي أن يمر وقت ما ستنتهي الحرب ووقت ما سيعاد بناء غزة ووقت ما سيكون هناك استقلال للشعب الفلسطيني على أراضيه إنما لابد من مقادات مجرم الحرب ولابد من بحث دفع تعويضات إسرائيلية للفلسطينيين في إعادة إعمار غزة تكلمنا قبل كده عن موقف مصر أن منذ اللحظة الأولى بناله قوة لإيصاد المساعدات إلى الشعب الفلسطيني بنضغط بكل قوة وعبر الرئيس السيسي عن ذلك في أكثر من مؤتمر سواء داخل مصر أو خارج مصر وفي تصريحات متعددة للرئيس إن لابد من وقف القتل الجماعي والأيقاب الجماعي وتهيئة الظروف للتهجير القصري وإن لابد من وقف مستدام لهذه الحرب بل إنه لابد من الوصول إلى إقامة دولة فلسطينية قال الرئيس أنها يجب أن تكون عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة كل احتلال إلى زوال وسيزول الإحتلال الإسرائيلي قريبا أو أبعد من ذلك بقليل شاء من شاء وأباء من أباء اتنين العلم الحقيقي هو الفيزياء وما عداه جمع طوابع بينسب إلى العالم الكبير إرنيست زرفورت الملقب بأبو الكنبلة النووية إنه قال هذا الكلام إن الفيزياء العلم الحقيقي وما عدا الفيزياء جمع طوابع جمع طوابع يعني حاجة مش مهمة لا تقارن أبدا بعلم الفيزياء لكن طبعا دي مقولة طريفة مبالغ فيها لأنه كل العلوم لها احترامها ولها مكانتها ولها إضافتها لتاريخ العلم وتاريخ ومستقبل الإنسان إنما علم الفيزياء ليه اتقال عليه إنه ممكن يبقى العلم المركزي في العلوم وعنده مكانة تاريخية كبيرة البعض يرى إنه لأنه امتداد للفلسفة الفلسفة كانت هي اللي حاضرة على مدى كورون وحتى الفيزياء لما ظهرت كانت بتسمى الفلسفة الطبيعية يعني كأنها الفلسفة التطبيقية وفي تأدير إن الفيزيائيين أحفاد الفلاسفة عشان الموضوع ما يكونش صعب إن كانت الفلسفة بعد كده الفيزياء فراطب يعتبر إن الفلسفة امتداد الفلسفة أصل الفيزياء وأن الفيزياء امتداد للفلسفة وإن الفلسفة أجداد الفيزيائيين وبالتالي الفيزيائيين يبقى أحفاد الفلسفة الفلسفة أولا ثم الفيزياء ثانيا في فيزيائيين عظام قدوا مكانة لعلم الفيزياء في الغرب والعالم سحاق نيوتين ألبيرتا أينشتاين ثم ستيفن هوكينغ وأينشتاين وهوكينغ من الحائزين على جائزة نوبل في الفيزياء إنما هوكينغ نفسه بقى ستيفن هوكينغ البريطاني الحائز على الفيزياء بيقول إنه إحنا ملناش علاقة بالفلسفة والفيزياء تجاوزت الفلسفة بكتير جدا مش محتاجين الفلسفة في أي شيء وأعلن موت الفلسفة لا محتاجين فلسفة ولا فلاسفة الفيزياء كافية والفيزيائيون يكفون هذا الاستعلاء والغرور في علم الفيزياء هو طبعا ممكن يبقى طريف زي ما قال رازارفورد ممكن يكون متطرف زي ما قال هوكينغ إنما في الواقع الفيزياء لم تعود علما مستقلا دلوقتي فيه تداخل في العلوم في الفيزياء متداخلة في الكيمياء في الأحياء في الطب في الرياضيات في علوم الهندسة دلوقتي كل العلوم بقت متداخلة وفيه حاجة يسمعها فريق علمي بيكون عالم من هذا المجال عالم من هذا المجال عالم من هذا المجال لأنه كل للبي يحتاج انتاج وإبداع وابتكار ونتائج العلم الآخر وأنا مرة سألت الدكتور أحمد زويل قلت له لما وعد أقرى في سيرة إنجيلا ميركل مش قدر أعرف هي يعني كيميائية ولا فيزيائية لأنه كان بيقولي أن خفير سولانا وإنجيلا ميركل كانوا كيميائيين زيه فقال لي إنجيلا ميركل اللي اتنين هي فيزيائية وكيميائية وبالتالي ممكن تقولي أن هي أستاذة في الكيمياء الفيزيائية أو الفيزياء الكيميائية فالتداخل بين الكيمياء والفيزياء والأحياء والطب حتى جائزة نوبل بتبقى للطب والأحياء هذا التداخل الكبير جدا ما يخليش الفيزياء عيشها لوحدها ولا محلقة لوحدها إنما هي جزء من حركة وتداخل العلم المعاصر إنما لا شك إن الغرور والطرافة اللي عند راسفورد لما قال إن الفيزياء هي العلم الوحيد وأن ما عداها جمع طوابع هي كلمة تدي مكانة لعلم الفيزياء لكنها كلمة غير وقعية وغير مقبولة نتيجة إن العلوم كلها علوم عظيمة ونافعة ومفيدة وكل العلوم تضافرت في صناعة المعرفة التي أدت إلى تقدم الإنسان المعاصر تلاتة وصلنا عام 2024 ولم نكتشف أي حياة على كوكب آخر جيمس ويب هو أعظم تليسكوب اختراعه الإنسان على مر التاريخ جيمس ويب لما انطلق إدانا صور أسطورية عن الانفجار الكبير عن الكون مقاطع في منتهى الجمال والجاذبية روعة علم الفضاء علم الشيط جدا ولما انتبعه بنفتح أفقنا كتير جدا على هذا الكون الفسيح لكن كان فيه اعتقاد عند العلماء 2016 17 18 كان فيه كلام كتير عن مجموعة نجمية اسمها ترابستوان مجموعة نجمية بمعنى زي المجموعة الشمسية بتاعتنا يعني الشمس دي نجم فلأن احنا مسميين هذا النجم الشمس فأصبحت المجموعة الشمسية لكن بقى لو مجموعات تانية مش هنسميها الشمسية لأن دي نسبة إلى الشمس بتاعتنا نسمى المجموعة النجمية اللي هو نجم زي الشمس حواليه كواكب كل الكون كده نجم حواليه كواكب نجم حواليه كواكب وبعدين مجموعات نجمية كتير جدا جدا تعمل مجرة وبعدين بقى العالم فيه أو الكون فيه لا عدد لا نهائي من المجرات ففي مجموعة نجمية قريبة مننا اسمها ترابستوان العلماء لما وصلوا إلى ترابستوان قالوا بس خلاص وصلنا إلى المكان اللي هنلاقي فيه حياة ليه؟ لأن فيه سبع كواكب بتدور حول النجم زي ما عندنا الشمس وبعدين الكواكب حوالي المريق والمشتري والزهرة واعتارد وبلوت والأرض وهكذا أيضا النجم ده حواليه سبع كواكب السبع كواكب دول حجمهم متقارب من الأرض والسطح صخري وظهر أن هناك مية حتى أن بعض العلماء إلى 2016 ممكن يكون فيه 250 ضعف المية اللي موجودة في كوكب الأرض يعني كوكب الأحلام مية بقى كتير لا تنتهي وبالتالي خير كتير جدا نطلع بقى على هذا الكوكب في المجموعة النجمية ترابستوان لكن جيمس ويبجة أحبطنا لأنه بدأ يصور هذه الكواكب لقينا مش موجود فيها لمية ولا حتى موجود غلاف جوي الغلاف الجوي نفسه مش موجود وبالتالي الحياة مستحيلة درجة الحرارة مرتفعة جدا الإنسان لو راح هينصهر في هذا الكوكب فالعلماء بدأوا يحبطوا من التصوير اللي حصل لهذه الكواكب ترابستوان بنلاقي أول كوكب بي وبعدين سي دي اي اف جي اتش السبعة دول فيبقى ترابست واحد اي فيبقى ترابست واحد بي ترابست واحد سي وهكذا لما بعت لنا جيمس ويب صور دولة العلماء محبطين بيقولوا ممكن ما يكونش فيه اي حياة موجودة في المجموعة النجمية ترابست واحد دي وانه التخيولات اللي عندنا اللي هلاقي حياة في الكواكب الاخرى بدأت تتراجع ويبدو ان ما فيش عدد كبير من الكواكب ممكن تكون في حياة قلنا قبل كده ان الملياردير جيف بيزوس اللي هو مؤسس شركة امازون لما استقال من رئاسة الشركة اللي بيمتلك جزء كبير منها وعمل شركة فضاء تنافس ايلون ماسك قلنا ان هو بيحاول انه يشتغل على ان الانسان يوصل الفضاء قلنا قبل كده انه قد تصريحات ان تريليون انسان هيعيشوا في الف كوكب فيما بعد كل كوكب فيه مليار نسمة قلنا الكلام ده كلام خيالي وكلام لا معنى له في العلم وخارج العقل وبالتالي كل ما نلاقي تقاريجها من جمس ويب بتحبطنا ان ما فيش حياة في كوكب اخر بالضرورة ورغم ان المجموعة النجمية دي على بعد 40 سنة ضوئية يعني الصور اللي بتيجي بقالها 40 سنة من قبل كده ب40 سنة الا انه كل شاب نكتشف ما فيش كواكب عليها حياة حتى الان 2024 ومن ثم يجب احنا نفكر في كوكبنا ان هذا الكوكب لا بديل على ولا غنى عنه وكل كلام عن كواكب تانية كلام شيء ممتع ينفع افلام ينفع محاضرات ينفع شيء يعني يفتح الخيال لكنه غير واقعي كل هذا اهضار للعقل اذا فكرنا جديا في الانتقال لكوكب اخر ليس لنا الا هذا العالم وليست لنا الا هذه الارض لا بديل في هذا الكون وفاصل ونكمل اربعة طالب فلسفة قتل 18 شخصا ما ذنب الفلسفة في جمهورية التشيك وفي العاصمة براغ وفي جامعة قديمة جدا بقالها عدة قرون اسمها جامعة الشارلز لقينا طالب في قسم الفلسفة طلع في مبنى كلية الاداب اللي موجود في وسط البلد في براغ وبدأ يطلق الرصاص على زملائي من الطلاب دخل القاع لقى طلاب ضرب عشوائي مات شوية طلاب دخل القاع اللي بعدها وقعد يطلق الرصاص في كل اتجاه حتى ان في ناس اصيبوا منهم عرب كانوا سياح في هذا المكان قرب مبنى كلية الاداب في قلب العاصمة تشيكية براغ الطالب ده قتل قبل كده والده قبلها بقليل وقبل كده قتل شاب وابنته كانوا بتفسحوا في حديقة ضربهم من اعلى وبالكده ضرب 18 واحد قتل 18 واحد مرة واحدة وفي اخرين ربما يوجهوا الموت نتيجة اصابات شديدة جدا نتيجة هذه الجريمة لهذا الشاب طبعا قبل كده في التشيك يا بلد الى حد كبير امنة انما قبل كده في حوادث قتل جامعية انما اقل من كده كان في حد دخل مستشفى وفي ناس قاعدين مستنيين دورهم في الكشف قتل 8 من اللي قاعدين مستنيين دورهم في الكشف جنون وبعد كده برضو كان فيه مطعم دخل حد قتل 8 في هذا المطعم هما مستنيين الاكل يجي لهم انما دي اكبر جريمة قتل جماعية قام بيها شخص واحد منذ استقلال التشيك سنة 93 حتى ان الرئيس كان في مكان خارج العاصمة قطع الزيارة ورجع مرة اخرى الناس في حالة صدمة راح تظهور مكان اطلاق النار انما طبعا لم يتم وصف هذا الشخص ان هو ارهابي لان هو تشيكي ما هوش مسلم ولا هو عربي ولا زملامح شرق اوسطية انما هو لو كان برضو مختل عقليا انما عربي او مسلم كان قالك ارهابي على الفور بدون ما نعرف اذا كان مختل او مش مختل انما هذا الشخص هل هو عنده فكر متطرف يعني يجوز يجوز ما يكونش بس مختل انما عنده فكر مختل ما نعرفش ان الموضوع اتقفل عليه سريعا انما الشخص ده او الشاب ده هو بيدرس فلسفة فالبعب بدأ يقول ان المدرأ ان الفلسفة ممكن تكون هي يعني اللي طيارت العقل منه الفلسفة بتطيارش العقل الفلسفة بتكبر العقل وتنمي العقل وتنمي المنطق والتفكير السليم وتنمي كمان احترام الاخر وتنمي تأدير الحياة الانسانية ولا يمكن تكون الفلسفة او درست الفلسفة وراء جريمة زي كده انما ده ياما شخص اعتنق فكري سياسي متطرف لم نعرفه ياما شخص مختل بالفعل لانه حتى اتل اقرب الناس اليه وهو والده في كل الاحوال جريمة نقراء من شخص اتل ابرياء وضحايا من زملائه الطلاب في جامعة شارلز في العاصمة الشيكية براه لكن الجملة الختامية هنا لا زنبى للفلسفة شكرا لحضراتكم وإلى حلقة جديدة من برنامج الطبع الاولى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة